بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة أسعد الله وأوقاتكم جميعها واليوم سوف نتحدث إن شاء الله مع الجزء الثاني من الفصل الأول من مصاق علم النفس متطلب كلية العلوم الإنسانية كنا تحدثنا في الجزء الأول عن مفهوم علم النفس وتاريخ علم النفس وكان التاريخ القديم أو الحديث اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن أهداف علم النفس من المعلوم بأن العلوم بصورة عامة تهدف إلى ثلاثة أمور هي الفهم والتفسير الضبط والتنبؤ إذن نفهم الظاهرة نضبط هذه الظاهرة من خلال طبعا التنبؤ إذن هناك ثلاثة أهر الفهم التنبؤ التحكم والضبط مثلا على سبيل المثال نعلم أو نفهم بأن المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة هذا يؤدي إلى أن نتنبأ بأن هذه المعادن عند مثلا صناعة قطبان السكة الحديدية فنعلم بأن في الصيف سوف تتمدد هذه القطبان فإن لم نترك فراغ ما بين القطبان إن لم نتحكم ونضبط هذا الفراغ فسوف تتقوس وبالتالي سوف يكون هناك ضرر على القاطرة التي سوف تمر على القطبان إذن فهمنا الظاهرة ظاهرة تمدد المعادن بالحرارة وتنكمشها بالبرودة تنبأنا بالخطر القادم إذا لم نفكر بطريقة تمكننا من التخلص من هذا الخطر ذهبنا إلى التحكم والضبط أي تحكمنا وضبطنا الفراغات تم عمل فراغات ما بين القطبان وبالتالي تم الاستفادة من فهم العلم والتنبؤ بما سيحدث وتحكمنا وضبطنا هذا بشكل عام أهداف العلم في أي حالة نأخذ مثلا مثال آخر الأمراض من المعلوم أن البكتيريا والفيروسات تسبب الأمراض فهمنا طبيعة الفيروسات وكيف تهاجم الجسم إذن علينا أن نتنبأ أنه في حال الهجوم على الجسم سوف تحدث الأمراض فللتحكم وضبط وعدم حصول أو حدوث الأمراض نقوم باستحداث أو بتجريب دواء معين أو مضاد أو مصل معين للتخلص من هذا المرض أو نقوم بعمل إرشادات مثلا فيروس كورونا فهمنا طبيعة عمل هذا الفيروس وكيف يتم انتقاله من جسم إلى جسم تنبأنا بأن عند انتقاله سوف يسبب الضرر وقد يؤدي إلى الوفاة فتم التحكم والضبط من خلال إرشاد الناس بالتباعد المكاني وعدم المخالطة خاصة مع المصابين أو من يشك بأنه مصاب هذا هو معنى الفهم والتنبؤ والتحكم والضبط وهذه هي أهداف العلوم بشكل عام في حالة علم النفس نجد أن الفهم يعني يهدف علم النفس إلى فهم الظواهر السلوكية الفردية وتفسيرها ويسعى إلى تقديم التفسيرات الموضوعية والمنطقية للسلوكيات المختلفة ففهم الذات وفهم الانفعالات وفهم الآخرين وتفسير الدوافع الحقيقية الكامنة وراء أي سلوك هو من ضمن أهداف علم النفس تحرك الدوافع الإنسان حسب البواعث الذاتية وبالتالي هذه الدوافع تلعب الدور الكبير في تشكيل السلوكيات فيسعى علم النفس من خلال فهم هذا السلوك من خلال تفسير هذا السلوك إلى معرفة وتحديد جوانب القوة وجوانب الضعف والكشف عن الإضطرابات والانحرافات السلوكية والانحرافات النفسية التي تؤثر بالسلب على سير حياة الفرد وتجعله غير مستقر إذن هذا الفهم وشرح جميع العوامل التي تؤثر على القدرات العقلية القدرات الجسمية القدرات النفسية الحالة النفسية هذا طبعا الفهم يمكننا طبعا من تفسير السلوك وشرح الأسباب المباشرة هنا ندخل إلى التنبؤ نشرح الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تقف وراء السلوك وبالتالي تكون لدينا إمكانية التنبؤ إمكانية الاستبصار بهذه السلوكيات المعينة التي يقوم بها الفرد خلال تعرضه لمثيرات محددة طبعا يجعلنا له فهم هذا السلوك توقع استجابة معينة انتظار ظهورها عند تعرض الفرد لموقف معين طبعا يساعد في عملية تحديد المقدار الكمي والمقدار الكيفي للاستجابة هنا ننتقل إلى المرحلة الثالثة من أهداف العلم وهي محاولة ضبط هذا السلوك والتحكم به فإذن فهمنا السلوك تنبأنا بالسلوك طبعا زمن وشدة الحدوث تبعته طبعا كنا متنبئين فيها طبعا هاي بتساعد على عملية ضبط وتوجيه هذا السلوك في وقت لاحق أي ظهور إمكانية الضغط والشد على الاستجابة السلوكية طبعا يظهر أثر الضبط والتحكم بالسلوك من خلال إخضاع الإنسان أو إخضاع الفرد المعنيين فيه بطريقة علمية مدروسة لمثيرات محددة وبالتالي ظهور أثر هذه المثيرات على استجابته ويعني لا تظهر إمكانية التحكم بالسلوك إلا من خلال طبعا فهم السلوك من خلال تفسير السلوك ومن خلال التنبؤ به إمكانية الضبط والتحكم يعني ليست مجدية بشكل كامل كما العلوم التطبيقية اللي هو العلوم غير الإنسانية وهي العلوم التطبيقية مثل الكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك يعني التجارب التي تحتاج إلى مخبر يعني الإنسان ليس كالآلة يتم ضبطه بنسبة مطلقة وإنما السلوك الإنساني متغير بشكل مستمر وغير ثابت ولا يخضع لأي قوانين معينة حتى يسير عليها ولكن يعني قدر الإمكان يمكن التحكم والضبط وليس كما التحكم والضبط فيه اللي هو العلوم التطبيقية المخبرية طيب لو بنا نحكي اليوم أو الآن عن ميادين ومجالات علم النفس علم النفس هناك له طبعا ميادين نظرية وميادين تطبيقية نحن عارفين أنه علم النفس هو الدراسة العلمية للسلوك الدراسة العلمية للعقل الدراسة العلمية للتفكير للشخصية فهو الدراسة العلمية للسلوك الكائنات الحية وخاصة الإنسان طبعا يهدف علم النفس زي ما حكينا سابقا أنه إلى فهم هذا السلوك تفسير هذا السلوك التنبؤ به ثم ضبط والتحكم فيه إذن هو من العلوم المهمة وليس لديه فرع واحد بل لديه فروع كثيرة طبعا علم النفس كما قلنا في المحاضرة السابقة تحرر من الفلسفة وأصبح يستخدم التجربة والملاحظة والقياس وبالتالي تفرع إلى فروع عديدة منها العملية ومنها النظرية نبدأ في اللي هو الميادين علم النفس النظري أول ميدان هو علم النفس العام هذا العلم هو أساس الفروع النظرية والتطبيقية وهو يهتم بدراسة المبادئ والقوانين التي تفسر سلوك البشر دون تخصص فئة معينة ويدرس الظواهر النفسية جميعها تماما مثل هذا المصاق هذا المصاق يدخل في إطار علم النفس العام حيث ندرس الدافعية لانفعالة النفسية التفكير التعلم الذاكرة المسيحان الانفعال اللغة إلى غير ذلك فهو يعني هذا العلم يشمل المعارف الأساسية في علم النفس وهو طبعا مقرر رئيس يدرسه المختص في علم النفس سواء كان تخصص عام أو فرعي بعد ذلك يأتي علم النفس الفارق يدرس هذا العلم الفروق ما بين الأفراد والجماعات سواء كان فروق في الذكاء في الشخصية في الاستعدادات في المواهب في الميول في الإبداع في الاتجاهات في سمات الشخصية يدرس الأسباب طبعا يستند لها طبعا لحقائق كان طبعا بأكدها أو من فيها علم النفس العام يعني علم النفس العام يبين لنا كيف تتشابه الأفراد ولكن علم النفس الفارق يبين لنا كيف يختلف هؤلاء الأفراد طيب القسم الثالث هو علم النفس التطوري علم النفس التطوري أيضا له اسم علم النفس الارتقائي أو علم نفس النمو هذا النوع أو هذا الفرع من علم النفس يدرس مراحل النمو المختلفة التي يجتازها الفرد في حياته من مرحلة الجنين أو حتى لربما مرحلة الحمل إلى غاية مرحلة الشيخوخة يدرس الخصائص النفسية لكل مرحلة يدرس النشاط الحسي النشاط الحركي الذكاء الشخصية الميول وهكذا وكيف تتغير من مرحلة إلى أخرى يدرس المراحل كلها من الجنين زي ما قلنا إلى الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد فالرشد فالشيخوخة فالكهولة وهكذا يشهد علم نفس النمو طبعا تغير واسع ومتفرع في منه علم نفس الطفولة علم نفس المراهقة علم نفس الرشد علم نفس الشيخوخة القسم الرابع هو علم النفس الاجتماعي هذا النوع يدرس طبعا المواقف الاجتماعية المختلفة وتأثيرها على الفرد يدرس الأفراد والجماعات يعني يدرس الصور المختلفة للتفاعل الاجتماعي يدرس التأثير المتبادل ما بين الأفراد والجماعات ما بين الآباء وما بين الأبناء ما بين التلاميذ وما بين المعلمين ما بين العامل وما بين صاحب العمل ما بين العامل وما بين زميله ما بين المدرس وما بين زميله ما بين المعالج وما بين المريض ما بين الرئيس وما بين المرؤوس وهكذا إذن صور التفاعل الاجتماعي كلها يدرسها علم نفس الاجتماعي وبالتالي يدرس التعاون التنافس الحب الكراهية التشجيع التطرف التعصب وهكذا أيضا يدرس نتائج هذا التفاعل واللي منها بصير تكوين الأراء والعواضف والمعتقدات وشخصيات الفرد القسم الخامس هو قسم علم نفس الشواد أو علم النفس المرضي وهذا يبحث في أسباب السلوك الشاذ أي سلوك إنساني شاذ يكون طبعا من مهام علم نفس الشواد طبعا بيدرس الأمراض النفسية الأمراض العقلية وأساليب معالجتها القسم السادس هو علم نفس الحيوان علم نفس الحيوان يبحث في سلوك الحيوانات المختلفة ويجيب على أسئلة هل تصدي الحيوانات أن تفكر كيف تبدو لنا الأشياء الموجودة في العالم الخارجي تبدو لها طبعا كيف لديها القدرة على التذكر ماذا تتذكر وهكذا طبعا علم نفس الحيوان يفيد تفيد دراساته علم النفس فائدة كبرى لأنه تلقي الضوء على الكثير من الموضوعات خاصة موضوع التعلم وموضوع التكاء كيف يتعلم الحيوان وكيف يفكر وهذا طبعا يفيدنا في دراسة الكثير من الموضوعات القسم السابع هو علم النفس الفيسيولوجي أو العصبي الفيسيولوجي طبعا معناها علم وظائف الأعضاء هذا الفرع يدرس الأساس الفيسيولوجي للسلوك الإنساني أهم موضوعاته طبعا دراسة معلومات مبسطة أجهز الجسم علاقتها بالعملية النفسية الجهاز العصبي الغداد الجهاز الدوري طبعا يدرس هذا العلم الانفعالات النفسية المصاحبة للتغيرات الفيسيولوجية مثل تغير الغضب القلاق الخوف هذا بالنسبة لميادين علم النفس النظرية أما الميادين التطبيقية لعلم النفس فنبدأ بعلم النفس التربوي هذا العلم طبعا يطبق مبادئ علم النفس وقوانينه طبعا في ميدان التربية والتعليم من موضوعات هذا الفرع نظريات التعلم طرق وأساليب تطبيقها يدرس هذا العلم أيضا الذكاء القطرات العقلية علاقتها بالعملية التعليمية التربوية إذن يهتم هذا العلم بالمسائل التربوية مثل التحصيل الدراسي التفوق الدراسي الإبداع التأخر الدراسي يعمل على حل مشكلات التربوية والتعليمية يقترح حلول لها القسم الثاني من ميادين اللي هو علم النفس التطبيقية هو علم النفس الصناعي يستهدف هذا العلم رفع مستوى الكفاية الإنتاجية للعامل أو للجماعة يهدف إلى تهيئة الظروف المادية والاجتماعية اللي بتوفر أكبر كمية وأجود نوع في أقصر وقته وبأقل مجهود من العامل طبعا يبحث فيه كيفية ممكن رضا العامل وراحته التوجيه الاختيار المهني التدريب الصناعي طبعا ممكن تحليل الأعمال الصناعية المختلفة مواضيع بمثلا كيف الواحد يختار مهنته ممكن يدرس أثر الإضاءة التهوية درجة الحرارة الرقوبة على الانتاج بيحكي عن مشكلات برضو يدرس مشكلات التعب الصناعي حوادث العمل طرق الأمن الصناعي وفضلا عن اهتماماته بموضوعات العلاقات الإنسانية في ميدان الصناعة بين العمل وأصحاب العمل وبين العمال بعضهم مع بعض القسم الثالث هو علم النفس التجاري يدرس هذا العلم الشراء وحاجات المستهلكين الدوافع تقدير الاتجاهات النفسية نحو المنتوجات الموجودة في السوق يدرس سيكولوجية البيع يهتم باختيار عمال البيع طرق تأثير البائع في المشتري من تزكية السلعة في نظره مواجهة اعتراضاته تحطيم مقاومته للشراء انتهاز اللحظة السيكولوجية المناسبة لإتمام الصفقة هكذا يعني سيكولوجية الإعلان تصميم الإعلان النوع الحجم اللون الموضوع ومرات تكرار هذه الإعلانات القسم الرابع هو علم النفس الجنائي criminal psychology هذا فرع تطبيقي من علم نفس الشواد يدرس العوامل والتوافع المختلفة التي تتضافر لإحداث الجريمة ويدرس النظريات المختلفة في تفسير السلوك الإجرام القسم أو الفرع الخامس من فروع العلم النفس التطبيقي هي علم النفس القضائي هذا العلم يدرس العوامل النفسية الشعورية واللا شعورية التي يحتمل أن يكون لها أثر في جميع من يشتركون في الدعوة الجنائية القاضي المتهم الدفاع المجنع للشاهد الجمهور وهكذا يعني يبحث في الظروف والعوامل التي تؤثر في القاضي من حيث تقديره للأدلة استنتاجاته حكمه تقديره للعقوبة وهكذا يبحث كذلك في العوامل التي تحمل المتهم أو الدفاع على إخفاء الحقيقة أي يهتم بدراسة الشهادة أيضا والعوامل التي تؤثر في ذاكرة الشاهد الفرع السادس هو علم النفس الحربي تستعين الجيوش الحديثة بخبراء نفسيين لوضع كل عامل بالجيش في المكان الذي يتناسب مع ذكائه واستعداته وسمات شخصيته وتدريب هؤلاء جميعا بالطرق العلمية على إتقان الأعمال في أقصر وقت وبأقل جهد وأيضا تحسين علاقات الإنسانية ما بينهم مقاومة أثر الحرب النفسية أيضا كيفية مواجهة المفاجآت التغلب على الدعايات والإشاعات وعلى القلق الذي يحدث من ذلك القسم الأخير والفرع الأخير من هذه الفروع هو علم النفس العيادي أو الإكلينيكي وهذا العلم يهدف إلى تشخيص الإضطرابات النفسية ويعتمد بالدرجة الأولى على منهج دراسة الحالة ويعتمد أيضا على المقاييس النفسية في تشخيص هذه الإضطرابات طيب الآن من يعمل في مجال علم النفس؟ يعني يمكن أن نحدد أبرز التسميات الشائعة للعاملين في علم النفس بثلاث تسميات المتخصص النفسي والطبيب النفسي والمحلل النفسي المتخصص النفسي يعد هذا القطاع من العاملين في علم النفس المعاصر من أكثر القطاعات المنتشرة في سائر مجالات الحياة سواء الحياة الإنتاجية أو الاستهلاكية أو الخدماتية سواء كانت الحياة مدنية أو عسكرية المتخصص النفسي أو متخصص علم النفس هو يعني اللي بيحصل على مؤهل علمي في أحد التخصصات الدقيقة لعلم النفس هؤلاء المتخصصون بيعملوا في التدريس، بيعملوا في البحوث، في الاستشارات، في الممارسات، العملية الخدماتية، في العلاج طبعا في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في الإرشاد، في خدمة الفرد، في الإعلام، في التسويق، في الإدارة، في البيئة، في علم النفس الجنائي وهكذا هذا المتخص النفسي أما الطبيب النفسي فهو متخصص في الأصل طب يعني بيكون خريج كلية طب ثم يقوم بعمل اختصاص في مجال العلاج النفسي يعني بيكون في الأصل دكتور في الطب يعني طبيب ثم يتخصص لطبيب نفسي وهذا هو من يستطيع في كتابة اللي هو الوصفة الدوائية في حين متخصص النفسي لا يمكن له أن يكتب اللي هو وصفة دوائية المحلل النفسي طبعا كلمة محلل نفسي ارتبطت يعني هذه التسمية بتاريخ علم النفس بالنظرية السايكو دينامية أو النظرية التحليلية نظرية فرويد حيث يقوم يعني المحلل النفسي بالعلاج النفسي وفق منهجية التحليل النفسي وفق المدرسة التحليلية هذه لهم ممارسة علاجية معينة تقتصر ممارسة التحليل النفسي هذه على ناس يخضعون لدورات تدريبية بمعاهد متخصصة بالتحليل النفسي يعني مش أي واحد ممكن نقول عنه محلل نفسي بهيك يعني بنكون خلصنا الفصل الأول وإن شاء الله لنا لقاء معكم في الفصل الثاني نسأل الله لكم السداد والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته